سلام عليكم ورحمة الله نكمل خصائص صعوبات التعلم احنا قبل كده تحدثنا عن ثلاث خصائص الخصائص المعرفية والخصائص اللغوية والخصائص الحركية aw khasa. اللي اليوم هنكمل موضوع الخصائص الاجتماعية والسلوكي طيب الخصائص الاجتماعية والسلوكية بنتحدث عنه عندنا ثمن مواضيع اساسية في الخصائص الاجتماعية والسلوكية رقم واحدة الافراد في النشاط اثنين اضطرابات الادراك الحركي ثلاثة الاضطرابات الانفعالية اربعة اضطرابات الانتباه خمسة الاندفاعية وموضوع الاندفاعية ده موضوع مهم بالنسبة لصعوبات التعلم ستة اضطرابات في الزكارة التفكير صعوبات في الادراك ده رقم سبعة ودلالات عصبية ووظيفية طيب الافراد في النشاط ده من المواضيع المهمة جدا بالنسبة لصعوبات التعلم أن صعبات التعلم في معظم الحالات بيكون عندهم حركة زائدة بتتسبب في الإزعاج بالنسبة للصف للطلاب أو للزملاء داخل الصف وبالنسبة للمعلم العملية التعليمية بتكون قائمة على جو من الهدوء من جو من التفاعل الإيجابي ما فيش مشاكل داخل الصف لكن صعبات التعلم أو الأطفال زي صعبات التعلم أحيانا بيكون عندهم حركة زيادة عندهم نشاط زائد طيب جميل كمان النشاط الزائد ده بيتسبب بوضف مشكلات أساسية داخل الصف أول حاجة منها أن مشكلات كمان فيه كسور في الانتباه بالنسبة لزوي صعبات التعلم وبالنسبة للطلاب الأخرين طيب رقم اثنين اترابات الإدراك الحركي وإحنا موضوع اترابات الإدراك الحركي طبعا إحنا قاعدين نتكلم على أن صعبات التعلم أحيانا بيكون عندهم مشكلات في الجوانب الحركية وإحنا هنا بنتكلم على الاترابات في الإدراك البصري جميل بالنسبة لصعبات التعلم كمان الإدراك السمي وإحنا قلنا كلام ده قبل كده ويتكلمنا عن الحركات الكبيرة والحركات الصغيرة وهكذا طيب ثلاثة موضوع بقى للطلابات الإنفعالية إيه للطلابات الإنفعالية إن زوي صعبات التعلم في بعض الأبحاث قالت إن بيبقى عندهم زيادة في إيه؟ في القلق كمان صعبات التعلم في أحيان كده بيكون عندهم خجل واحد أصلا بيعاني من مشكلة أكاديمية داخل الصف في أحيان بولو بيكون عنده إيه؟ مشكلات متعلقة بإيه؟ بالخجل طيب بعد كده كمان عندنا إيه؟ إيه؟ الحاجات الخاصة بيه الطلابات الإنتباه وعندنا الطلابات الإنتباه زي ما إحنا عرفين إن زوي صعبات التعلم عندهم مشاكل في التركيز أحيانا بيعاني من ضعف والقدرة على التركيز وعنده قابلية عليها للتشتت جميل؟ وكمان ممكن إنه هو يعني ما نيجي نديله مهمة لأ بتاخله المهمة معاه وقت لإنه يشتغل فيها شوية وبعدين ينتقل لشيء تاني بيه تشتت فيه تشتت طيب موضوع بقى الاندفاعية إيه هي الاندفاعية؟ الاندفاعية دي معناها بالنسبة لزوي صعبات التعلم إن بيكون فيه سلوك متسرع دون التفكير بنتائج وتتدي له مسألة حسابية لو ما حكى تبقى أي رقم وخلاص اندفاعية حاجة خاصة بالقراءة هو بيقرأ الكلمة وخلاص مش مركز في الحروف اللي موجودة أمامه وهكذا كمان الاندفاعية مبقاش عندهم زوي صعبات التعلم يعني قدوا على التنظيم والتخطيط يعني بالشكل الكافي وهكذا طيب اضطرابات في الزاكرة والتفكير عندهم مشاكل في الزاكرة ومشاكل في التفكير عندهم بعض الأحيان الزاكرة السمعية والزاكرة البصرية كمان موضوع الزاكرة بيعتمد على إيه؟ على الاستدعاء استدعاء الصور الزهنية والخبرات المتعلمة سابقا وهكذا ده بيبع عندهم بعض المشكلة في النقطة دي صعوبات في الإدراك وإحنا تكلمنا عن الإدراك السمع قبل كده والإدراك البصر واستعاب المعلومات وهكذا طيب آخر حاجة الدلالات العصبية بقى كمان إن في بعض المؤشرات على الاضطرابات الوظيفية في الجهاز العصبي وإحنا تكلمنا قبل كده على رسم المخ أو تخطيط المخ اللي هو أحيانا بيقول عليها هي الإي إي جي ده اللي هو التخطيط المخ بيكون عندهم مشكلات في تخطيط المخ بالنسبة لحالات صعبات التعلم عن اللي عاديين بتختلف رسم المخ أو التخطيط الدماغي